لسا مكملين معاك وفاكرات نهارك سعيد وزي ما كنا بنقول في البداية بعد ثورة 25 يناير كل مصريين عندهم رغبة في التطور رغبة في التقدم رغبة في انهم يطلعوا خطوة قدام مش انهم يرجعوا تاني 3-4 خطوات لورا في طرق كتير اكيد ممكن توصلنا بان احنا نكون بدل من نكون دولة بيعتبرها البعض من دول العالم الثالث دولة نامية ان احنا نوصل لدولة متقدمة اقرب ما يكون للدولة العزمة على سبيل المثال طبعا ان شاء الله يعني لو قدرنا في اكيد طرق كتير ممكن توصلنا ده على سبيل المثال مثلا الصين الصين بتعتمد اعتماد كله على الصناعات الحرفية هل احنا كمصريين نقدر بدل من نكون دولة هادية كده بعيدة تماما عن الصناع ان احنا نتجه للصناعات الحرفية ونركز عليها تركيز اكبر شوية ونتحاول لدولة زي الصين النهاردة نتكلم على مشروع قومي لتطوير الصناعات الحرفية وموجود معنا النهاردة ومنورنا دكتور صادق ردوان خبير استشاري في تطوير الدول النمية هو اللي هيشرح لنا ازاي ممكن نتحول من ده صباح الخير فانتا صباح الخير يا انسة مأي وصباح الخير لسه ده المشاهدين نهارك سعيد خلينا نبتدي الاول نقول ازاي ممكن نبقى دولة متقدمة ايه الطرق اللي ممكن توصلنا لده هو تحول مصر من دولة نمية لدولة متقدمة الموضوع سهل جدا سهل اه طبعا سهل طالما النهاردة ربنا في مصريين كتير نجحين في الخارج والنهاردة ربنا بيدي للانسان النجاح علشان يبقى امانة بالنسبة له ان هو يوصله للشعب بتاعه او للمواطنين اللي هم بيعتبرهم محتاجين او في اشد الحاجة لهذا النجاح النهاردة لازم نفهم المشاهد المصري ان احنا بالنسبة لنا كشعب مصر عندنا طبقة الامية او طبقة الفقيرة ده في الوقت الحالي ده استثمار قوي المصر بالنسبة للمشروع القومي اللي احنا فعلا بدأنا حاليا فيه ايه نوعية الاستثمار نوعية الاستثمار ازاي نحول هذه الطبقة الامية الفقيرة في المجتمع الى طبقة منتجة في المجتمع ودي بتبقى السلمة الاساسية في تحويل الدولة من دولة نامية الى دولة متقدمة وازاي ممكن نعمل دا ايه هقول له حضرتك اهنا النهاردة طبعا بتوفيه من الله سبحانه وتعالى ان وقعنا او وقعت انا البروتوكول مع الاتحاد الاوروبي في تحويل او تغيير المعايير المصرية الى المعايير العالمية فاهنا النهاردة بصفتي كخبير استشاري وبصفة مجلس الامناء اللي تم تكوينه من اكبر اسادزة وعلماء وخبراء مصريين وبفتخر طبعا انهم كلهم مصريين فبننشئ اكبر مشروع قومي اللي هو الهيئة القومية للتأهيل الحرفي طبقا للمعايير العالمية اللي هو نقدر نقول مشروع الالف اكاديمية حرفية بالمدن والقرى ويمكن انا جيت ركزت على الايه على القرى اساسا لان انا مؤمن جدا ان النهاردة ان تغيير الدولة لازم يعتمد في المرحلة الاولى على المشروعات الصغيرة والمشروعات الصغيرة النهاردة هي اكبر استثمار للقوى البشرية الموجودة عندنا اللي هي الطبقة الامية والطبقة الفقيرة ان احنا نستثمر هذه الطبقة في صناعة المشروعات الصغيرة وبركز على المشروعات الصغيرة المتكملة وليست المشروعات الصغيرة المغزية للمشروعات الكبرى وما بركز على المشروعات الكبرى يعني الهدف هنا لحضرتك الناس اللي ليس لديهم تعليم عالي طبعا عدة اتجاهات رقم واحد بنركز على الطبقة الأمية اتنين بنركز على الطبقة ذات التعليم الأساسي تالت حاجة بنركز على الطبقة ذات التعليم اللي هو زي الصناعي والتجاري اللي هي التعليم المتوسط ولكن ليس لنا أي علاقة على الإطلاق بالتعليم العالي فالنهاردة هذا المشروع بنأهل فيه الشخص أو العنصر البشري أنه هو إزاي يبقى متخصص سواء في مجال الصناعة على سبيل المثال أنه هو يبقى متخصص في صناعة هذا المنتج طبقا للمعايير العالمية ويبقى متخصص من بداية حياته إلى فترة الانتقال أو الوصول إلى سن المعاش يعني مش عاوزين عملية الارتجالية اللي بتتم في الدولة حاليا إن أنا من وظيفة أو من عمل لعمل لعمل فدي بتنظم دي أساس تنظيم الدولة ودي في غاية الأهمية بالنسبة لعملية الجذب للاستثمار سواء تم هذا الاستثمار من الجانب المصري أو تم هذا الاستثمار من الجانب الأجنبي هذا بلد عموما جذب الاستثمارات يا دكتور طبعا النهاردة رقم واحد موقع مصر الاستراتيجي في العالم ده مهم جدا لأن لو جينا مثلا خدنا على مثال الشحن النهاردة لو النهاردة إن شاء الله بعدما مصر توصل للحلم اللي أنا بحلم بيه إن شاء الله هتبقى من الدول المتقدمة في مجال الصناع والزراع وبركز على الحاجتين دولة الصناع والزراع النهاردة وقت الشحن من مصر للدول الأوروبا ست يام إنما وقت الشحن من قارة الصيد لأوروبا تلاتين يوم على الأقل فالنهاردة ده فرق كبير تاني حاجة مهمة جدا النهاردة لازم نبص للجناد بتاعت الشعب المصري الشعب المصري شعب بيتميز بالزكاء وشعب عنده طاقة عاوز يخرجها بس هو نقصه حاجة نقصه اللي يحطه على أول السلم يعني اللي يحطه على أول السلم عشان يقدر يكلم للسلم وديت اللي احنا بنسميها المعايير العالمية يبقى النهاردة يحطوا بعض الخبرة وبالترينينج وبالتعليم طبعا اللي هو التعليم العملي ما بنتكلمش على التعليم لحنا بناش علاقة خلص بالتعليم الأكاديمي احنا كل أهدافنا أو مشروعنا مبني على التعليم العملي والكمان الجميل في كده إن هذا التعليم بيستوعب من ست أسابيع لحد أقصى ثلاث شهور فقط من السنين طبعا طبعا لأن النهاردة أنا بعمل عملية استيراد للمعايير الأوروبية كويس أو المعايير العالمية وببدأ أعلمها لهذا الإنسان والشخص دوت بعلمه تلات حاجات مهمين جدا بعلمه أول حاجة بعلمه السلوك أو إزاي يتعامل مع الآخرين رقم اتنين بعلمه بدائيات التعليم تلات حاجة بعلمه التخصصية في الحرفة اللي هيبقى موجود فيها سواء كانت في الصناع أو في الزراع أو في الخدمات أو في المعمر أو في الصحة يبقى تخصص الخبرة والسلوك والمهنة والحرفة والحرفة طبعا طب ألف أكاديمية حرفية ده رقم كبير جدا إيه أهم الحرف اللي هتركزوا عليه؟ قبل ما نقول رقم كبير لازم نرق لو أنت حضرتك قلت في بداية الحديث موضوع الصين النهاردة الصين لم ولن تم فيها الصناعات إلا لما تم فيها عمل أكاديميات للحرف المهنية حسب الاستندر الأوروبي لأن الصين النهاردة من الدول المصدرة لو خدنا على سبيل المثال دولة ألمانيا النهاردة الصين بتصدر لألمانيا بـ 35 مليار يورو سنويا لما نيجي نبص لهذا الرقم النهاردة الرقم ده ما جاش من فراغ إلا في حالة إيه يبقى المنتج الصيني مطابق للمعايير الأوروبية اللي بتسميه الستندر الأوروبي يبقى النهاردة مش هيطابك لهذه المعايير إلا في حالة تعليم العمالة الصينية المعايير الأوروبية علشان المنتج يبقى مطابق علشان النهاردة تقدر تصدر لدول الاتحاد الأوروبي وده اللي احنا بنتكلم فيه فالنهاردة بالنسبة لمصر يبقى واجب أصبح واجب علينا إن احنا النهاردة لازم نحول الدولة بالكامل لازم وضع خريطة من جديد خريطة تنظيمية للدولة بالشكل اللي يلاقم مصر المتقدمة اللي احنا بنرغب فيها وقابلنا فيها علشان يبقى فيه منظومة استراتيجية كاملة في الدولة تقدر نرجع لعصر الصناعات التخصصية والزراعات التخصصية برضو دكتور حداك حصلت على أربع جوائز الأربع جوائز مفهوض أن هم عالمين وليهم أهمية كبيرة جدا ممكن حداك تكلمي عنهم طبعا قبل كل شيء هو توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى وزي ما قلت لأنصر المصري أنصر نجح وطبعا حضرتك عارفة أن فيه علماء وأسادز كتير نجحين في العالم أنا حصلت على أربع جوائز عالمية حصلت على جائزة تاج الجودة العالمية دي في لندن دي في الإدارة وحصلت على جائزة القص الأوروبي في ألمانيا في الإدارة والتطوير وحصلت على الجائزة الأمريكية اللي هي اسمها زابيز لأنه طبعا ملاحش ترجمة باللغة العربية من أمريكا دي الموجودين منهم صور معين دي الزابيز وحصلت على آخر جائزة في السويسرا اللي هي النجمة الماسية وديت في تطوير الدول النامية للأعمال اللي أنا قمت بيها في دول أفريقيا وشارك أوروبا طب دكتور حدا تكلمتني على الصين وقلت أنك قعت مدة يعني خمس سنين في الصين آه أنت كشفة أسراري بقى يعني أنا عاشت في الصين ست سنين بس في خلال الخمس سنين متواصل يمكن تلتمية وستين يوم في السنة زرت أرباح تلاف تمنمية وخمسين مصنع في أرباح تلاف تمنمية وخمسين صناعة مختلفة فعلا طب الصين قلنا أنها فيها أكاديميات كتير جدا لتعليم الحرف تمام الخطوة اللي بعدها بتبقى إيه نبني مصانع الخطوة اللي بعدها أننا نحن النهاردة زي ما هنقولها كده باختصار أمام السادة المشاهدين لما ييجي النهاردة اتنين عشان يتجوزهم فبدل ما ياخدوا شقة قدو صالة ياخدوا شقة خمس غرف وصالة علشان لما إن شاء الله ربنا يرزقهم بالأولاد فالنهاردة الأكاديميات للتدريب العمالة المصرية طبقا للمعايير العالمية ديت يبقى ديت البداية أو القعدة الأساسية للمشروعات الصغيرة اللي هيتم عملها في الدولة ودوت قلت لحضرتك في الكلام إنه لازم يبقى فيه أعادة وضع خريطة المصر بالكامل لأن الوضع الحالي ما ينفعش إنه إحنا نبني أنا ما بحبش سياسة التصليح أنا أحب البناء من جديد فالنهاردة يبقى المشروعات الصغيرة والمشروعات الصغيرة يجب أن تتم في القرى لأن النهاردة الهدف الأساسي في المشروعات الصغيرة في القرى هو تحويل الطبقة الأمية والطبقة الفقيرة إلى منتجة في المجتمع مع الإضافة إنه إحنا النهاردة نعمل عملية رجوع زي ما تم أيام طلعت حرب في المحلة الكبرى في الصناعات النسيجية فالنهاردة يبقى مهم جدا بالنسبة لنا إنه إحنا نعمل عملية توسيم جغرافي للدولة بالكامل في الصناعات حسب القرى وحسب خامات أو حسب موارد الدولة يعني النهاردة لو أنا عاوز أعمل صناعة منسوجات نسيجية يبقى لازم أشوف النهاردة القطن بتاعي إيه المنطقة الأكثر انتشاراً في صناعة القطن ولازم كمان أرجع للقطن طويلة تيلة لأنه عندنا مشكلة حالياً في مصر عندنا مشكلة كبيرة وعندنا ناس بتتحكم في القطن بشكل ماينفعش الدكتاتورية في السلعة ماينفعش إيهنا لازم نبقى بلد ديمقراطية يبقى فيه النهاردة فيه حرية التنافسية فالنهاردة عشان نفرد إنه يبقى القطن قصير التيلة وده اللي بيتم في مصر ده ماينفع يبقى لازم يرجع لمصر رولاقة بدل ما أمريكا النهاردة بتدينا القطن طويلة التيلة وبتفرضه علينا السلعة اللي كانت بتميز مصر بالزبط طبعاً دي أساسيات مصر دي نجاح مصر ده كان فخر المصر أنا وانا راكب التاكس في ألمانيا بلاقي الإعلام مكتوب عليه 100% قطن أمريكي طب وليه ما لقاهاش 100% قطن مصري لو ساعات بنشوف أوروبا 100% قطن مصري ده على المنتج ده على المنتج بس ده من القصير التيلة إنما إحنا عايزين نصنع القطن طويلة التيلة ونرجع النهاردة كل محافظة أو كل مدينة أو كل قرية لروعتها وروعتها في الصناعة أو الصناعة المتخصصة ومش الصناعة بس والزراعة لأن الزراعة بيبنى عليها بعد كده لإيه الصناعة طبعاً طب يا دكتور مشروع زي إيه ده أكيد محتاج دعم أكيد طبعاً وإحنا دلوقتي في فترة يعني ولو إن العائد هيكون في النهاية أكبر بكتير من أي دعم هنحتاجه بس إحنا في فترة يعني فيها أزمة اقتصادية إحنا طالبين قرد دلوقتي هنعمل إيه؟ بصي إحنا مصر غنية بشعبها مش بفلوسها مصر غنية بشعبها والنهاردة نقدر نحول الطراب لدهب بالفكر وليس بالعلم الفكر أهم أو أساس الحياة هذا المشروع احنا طبعاً وضعيه حطين خططنا فيه دعم من الاتحاد الأوروبي في هذا المشروع وفيه دعم كمان مش من الحكومة المصرية ولكن دعم من الشعب المصري ودعم من الشعوب الأخرى لأن هذا المشروع هو تغيير جزري في الدولة نفسها أو في مستقبل مصر إن شاء الله في السنوات القادمة فمن ناحية الدعم المادي أنا ما عنديش أي نوع من القلق أبداً لأننا عارف النهاردة إن الشعب المصري بيقف إيد واحدة وعلى قلب رجل واحد فبالتالي إحنا ما عنديش أي نوع من القلق لا يوجد مشاكل في الدعم المادي عمر ما هيبقى فيه مشاكل بإذن إيه اللي مطلوب من الحكومة أنها توفروا في الفترة جاية لأن المشروع ده يتم على الأكمل وقت طبعاً هيبقى فيه تخطيط بين مجلس الأمناء بتاعنا وما بين الحكومة المصرية في وضع الخطط للأكاديميات على مستوى القرى لأننا العقيدة بتاعتنا إننا نبدأ من القرية وليس من المدينة قبل ما نبدأ في المدينة لأ هنبدأ في القرية فالنهاردة يبقى فيه تخطيط بيننا وبين الحكومة وعمل جماعي لأن النهاردة أنت فكرتيني بحاجة مهمة جداً تعالي نسأل نفسنا سؤال مهم ليه الدول الأوروبية بتنجح أسرع مننا لأن القطاع الخاص بيعمل مع الحكومة ومؤسسات الحكومة معنا وده في غاية الأهمية بالنسبة للفترة القادمة لمصر يبقى المهم جداً أن القطاع الخاص يعمل مع قطاع مؤسسات الحكومة لنجاح الدولة ونجاح المواطنة المصر وفي إدارة وفي تنظيم واللي يجب أن يمشوا طبعاً بعد ما إن شاء الله المشروع ده يتم أي حد ممكن يلتحك بالأكاديمية لا لا ما فيه شروط التعليم لازم يبقى مجاناً ولازم ندي مصروف للفترة اللي هيتعلم فيها للشخص اللي هيتعلم فيه ولازم نبقى كمان ملزمين بتعيينه يعني دي منظومة كاملة بنعملها لصالح الدولة والمواطن مش مجرد هو ما فيهش أي نوع من الاستثمار ولا فيها أي نوع من التربح هي كل العائد بتاعها هو نجاح الدولة ونجاح المواطن المصري طب ومين ملزم بعد كده بإنه يلاقي وظيفة للشخص ده بعد ما يتخرج من عندك أنا عاوز أقول لحضرتك أنا وأنا بوقع البروتوكول مع الاتحاد الأوروبي هم عرضوا علي أن بعد حصول المواطن المصري على هذا الدبلوما لأن الدبلوما كمان فيه نقطة احنا ما قلناش أن الدبلوما معتمدة من الاتحاد الأوروبي فهم طلبوا كمان تصدير العمالة المصرية بعد تعليمها للاتحاد الأوروبي بس أنا شخصيا رافض ليه أدي خيري لغيري ما ينفعش طب ما أنا النهاردة المشروعات اللي هتتم في مصر دي طب ما دي محتاجة عمالة يبقى أنا النهاردة أدرب لها عمالة مصرية وأشغل فيها العمالة المصرية ولا أبقى تستورد لها بقى زي الدول الأخرى عمالة من كرة أسيا ما ينفعش طبعا يعني حريك شايف أنه أحسن أنه نستفيد بالعمالة داخل البلد طبعا ندرب ناسنا بس لو قررنا برضو بالصين ما احنا بتشوف منتجاته الصينية موجودة في كل دول العالم بس كمان بتشوف الصينيين نفسهم موجودين في كل دول العالم لأنه واحد وثلاثة من عشرة مليار ما زي 85 مليون إحنا غلابة يعني إحنا عددنا صغير يعني عددنا مساعدة طبعا عريك متفاعل بالمشروع أه طبعا أكيد طبعا وقال درسالتي ودراساتي والنهاردة أنا بدرس الكلام ده كمان في الدول الأخرى يعني أنا النهاردة في كل لقاءاتي مع المؤتمرات سواء في دول أفريكيا أو في شرق أوروبا فبندرس هذا الكلام ويمكن عملنا حاجة في شرق أوروبا اسمها بيت الطفل بس مش هنتكلم فيها لأن دي هيطول الشرح فيها شوية نخليه يتكلم فيه فاكرة جاية إن شاء الله مع حضرتك وإحنا أكيد محتاجين كل الخبرات المصرية الموجودة خارج مصر زي دكتور صادق كده إنهم يكونوا معانا عشان الفترة الجاية إحنا محتاجين نتقدم محتاجين نمشي في طريق مختلف تماما عن طريق اللي كنا ماشيين فيه فإحنا بفعلا محتاجين كل مصريين الموجودين في الخارج دكتور صادق ردوان وخبير استشاري في تطوير الدول الانامية بشكر حضرتك جدا مرسيل حضرتك ومحتاجين حاجة مهمة جدا محتاجين دعم الإعلام المصري في وصول مصر إلى دولة متقدمة أكيد أكيد كلنا لازم في الفترة الجاية نستغل مع بعض ونكون إيد واحدة بشكر حضرتك معنا مرسيل السادة المشاهدين مشاهدين استانوا معنا لسه معنا فقرات جاية في نهارك سعيد